أعوذ بالله من الشيطان الرجيم باسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنغرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مصرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بقشا ومضوا مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهم العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بردة ميتا كمالك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستهوا على مهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استغيتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنما إلى ربنا لم نقلبون ودعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ لهم ما يخلق بناك وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظلب جهور مسودا وهو كظيم أو من ينشع في الحية وهو في الحصام غير مبين ودعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناسا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمةهم وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مؤرفونها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون قال أولو جدتكم بأهدا مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إن مني برار مما تعبدون إلا الذي فقرني فإنه سيهدين وجعلا كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل مطلعت هؤلاء وأباءهم حتى جاءوا بالحق ورسول مبين فلما جاءهم الحق قالوا هذا صحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نرسل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يغسلون رحمة ربك نحن قصمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فرق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس غنفة واحدة لجعلنا لمن يكر بالرحمن لبيوتهم لبيوتهم سقطة من فضوة ومعارض عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعس عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإن أنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ولمتم أنكم في العذاب مستركون أفأنت تسلع السم أو تهدي العمي وما كان في ظلال مبين فإما نذهبن بك فإما منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإما عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي يوحي إليه إنك على صراط مستقيم وإن منه لبكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا أدعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يرحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أخيها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساخر دع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إلا هم ينكثون ونادى حرعون في قومه قال يا قوم أليس لملك مصر وهذه الأنهار تدري من تحته أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا أوقي عليه أسفرة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترمين فاستخفت قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا تقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فاجعلناهم سلطا ومثلا للآخرين ولما غرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إنه وإلا عبد أدعنا عليه وجعلناه مثلا لبني في إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم قلائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها ما اتبعون هذا صمت مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيرون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فضيلوا الذين غلموا من عذاب يوم أليم هل ينبرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين قد خلوا الجنة متعاكم وأزواجكم تحبرون يقاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الآن فسوة لذب الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتمها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوهم الظالمين وما دوا يا مالك يقوم علينا ربه قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوموا ويلعدوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يؤمن الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله فأنا يؤفكون وقل لي يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون صدق الله العظيم